فني منتخب إسباني حقق مع لقب يورو 20-12 كسر عالم 20-10 وبالتأكيد إنجازاته لا تخفى على أحد فيما يتعلق طبعا بفريق ريال مدريد اسمحوا أن نرحب به على شاشة الأهلي وبشكره طبعا على وجوده معنا في السادسة بوينوس دياس سينيور ديلبوسكي موسياس جراسياس أشكركم على الاستضافة وسعيد لبتواجدي معكم الحقيقة قبل ما أدخل في تفاصيل الحوار عن الكرة الإسبانية سواء كمنتخب أو كأندية اسمح لي طبعا إحنا كأهلوية لنا ذكريات كبيرة جدا في استقبال فريق عظيم زي فريق ريال مدريد في 2001 اللقاء الشهير اللي جمع الأهلي والريال في بداية الألفية بصفة الأهلي بطل القرن في أفريقيا والريال كان بطل القرن في أوروبا ذكرياتك عن اللقاء انطباعاتك قبل ما تيجي مصر وانطباعاتك اللي كونتها أثناء زيارتك سواء عن مصر بشكل عام أو عن النادي الأهلي بشكل خاص لسوء الحظ لم يكن يوما في صالحنا لفريق ريال مدريد أعتقد أننا كنا في بداية الموسم كانت الأمور لم تكن كانت هناك حرارة كبيرة في التقس وأعتقد أن كانت هناك بعض العوامل التي أثرت علينا ولكن الأهلي كان أفضل منا في هذه المباراة إيه الانطباعات اللي أنت كونتها عن الكرة المصرية سواء من خلال طبعا وجودك في مصر في التوقيت ده أو بعد كده يمكن كان فيه إنجازات كبيرة جدا حياتها الكرة المصرية في الفترة العشر سنين تحيي لقب ثلاث ألقاب قرية على مستوى المنتخبات الأهلي في الفترة دي يمكن كان مسيطر على معظم الألقاب في القرى الأفريقية في الحديث عن إنجازات الكرة المصرية نتحدث عن كأس الأمم الأفريقية كنت في تركيا وكان لي الحظ أن عملت مع لعب تاريخي مثل أحمد حسن في تركيا في تلك الفترة هو أحد أكثر اللاعبين مشاركة في المنتخب الوطني والأكثر تتويجا باللقب مع المنتخب كنت سعيدا للغاية بأنني لعبت أو دربت لعب مثل أحمد حسن في تلك الفترة خليني أبدأ مع تجربتك الحقيقة كمدير فني توليت المسؤولية في نادي كبير زي ريال مدريد وحايت معها على القب كتير وأيضا حقيقة الإنجاز الأهم على مستوى كورة الأسبانية هو تحقيق لقب كس العالم عشرين عشر وعشرين اتناشر بداية أي الإنجازات أنت تفضل أو أي الإنجازات من وجه نظرك كان الإنجاز الأهم والأصعب أعتقد أنني كنت محظوظ حقيقة الأمر كنت محظوظ أنني لعبت لسنوات عديدة مع الفريق الأول لريال مدريد وبعد ذلك كمدرب للفريق الأول ثم كمدرب للمنتخب الإسبانيين أعتقد أنني جئت في فترة مهمة سواء في تاريخ ريال مدريد وهيمنة على الألقاب ثم بعد ذلك مع المنتخب ثماني سنوات مع المنتخب حققنا لقب كأس أوروبا وكأس العالم أيضا إيه هي الأسباب اللي وصلت بالتأكيد طبعا أنا مدرك أنه الوصول للقب وبطولة بحجم بطولة كأس العالم مش وليد البطولة نفسها ولكن بالتأكيد تم التحضير لهدف بهذا الحجم قبلها بسنوات وسنوات إزاي اشتغل فينسانتي ديلبوسكي عشان يقدر يوصل بمنتخب أسبانيا لمنصة تتويج وتحقيق لقب كأس العالم بدون أدنى شك هناك العديد من العوامل التي كانت متواجدة في هذه الفترة ولكن كانت هناك اللاعبين كثر في لعبين إسباني يلعبون خارج إسبانيا وكذلك مدربين هذا أثر بشكل كبير على المنتخب كنا نعد المنتخب الإسباني في كل يوم بشكل جيد كان هناك تخطيط مع الاعتماد على اللاعبين الشباب مع تحسين جودة الملاعب كان هناك إعداد كبير لقاعدة كبيرة من المدربين في تلك الفترة في كل يوم كنا نقدم كرة قدم أفضل كل هذا جاء من توحد إسبانيا بشكل عام لكي يظهر المنتخب بهذه الصورة لم يكن لدينا شئ لنحسد أي دولة أخرى ولكن ركزنا على أنفسنا بمناسبة لقب كاس العلم اتحق في عشرين عشرة ويمكن في التوقيت كان ريال مدريد وبرشتونة على مستوى الأندية يعني يعيشوا أفضل فتراته وبيضموا الحقيقة أجيال وأسماء تاريخية يمكن ما نقدرش نقررهم بالأسماء الموجودة حاليا هل ده ساعد منتخب أسباني على تحقيق لقب كاس العلم وهل بترى أنه المنتخب الأسباني في نسخة كاس العلم عشرين واثنين وعشرين تحت قيادة لويس أنريكي عنده نفس الفرص في تحقيق لقب البطولة ليس فقط مدريد وبرشتونة هما يمثلين الكورا الإسبانية نحن نتحدث عن قاعدة أكبر كنا لدينا خمسة لعبين إسبان مثلا في ليفر بول وفي منشستر يونيتد كان لدينا لعبين كثير في الخارج الأمر لم يقتصر فقط على ريال مدريد وبرشتونة وفيما يتعلق بحصد اللقب أعتقد أن أسلوب الكورا الإسبانية بشكل عام هو الأهم في هذه القصة ليس فقط ريال مدريد وبرشتونة نحن نتحدث عن هوية في تلك الفترة كنا نطبق هويتنا ونلعب بطريقاتنا ولهذا أعتقد حاليا نحن لدينا مدرب جيد أعتقد أن هناك تغيير الأجيال ولكن حظوظنا قائمة في المنديار ولكن خلينا نتفق أنه نسخة الليجة ما بقتش بنفس القوة أو بنفس الزخم مع عوجود أو مع رحيل أسماء كتيرة جدا يعني خلينا نتفق أنه في جيل بالكامل ودع الكرة في فريق برشتونة فريق الريال استغنى عن جزء كبير جدا من أهم الأسماء اللي كان بيضمها الفريق زي رونالدو جاريث بيل سالجي راموس رفا فران وغيرهم من الأسماء هذر تقريبا ما كانش موجود الموسم ده هل تعتقد أنه ممكن يكون لي تأثير سلبي على نسخة إسبانيا في كاس العالم عشرين اتنين وعشرين لا أعتقد لا أعتقد لويس انريكي متواجد مع المنتخب منذ فترة وعنده قواعدة كبيرة من الاختيارات من اللاعبين سيرجيو راموس رحل قد يأتي لاعب آخر غير سيرجيو راموس ولكن يجب أن نعترف أن هناك تغيير من الأجال لا يمكن أن نفكر في اللاعبين السابقين الذين ظلوا على مدار 12 سنة كومو بوسكيتس أو جوردي ألبا هناك لعبين جدد يمتلكون مستوى مميز للغاية في قاعدة بتقول بالمناسبة أنه مش كل مدير فني ناجح مع الأندية يصلح لأن يكون مدير فني ناجح مع المنتخبات أنت يمكن كسرة القاعدة دي هل تتفق بداية مع المعنى أو مع القاعدة دي نفسها ومن وجهة نظرك إيه الأصعب أنك تدرب منتخب ولا تدرب نادي زي المنتخب إسبانيا ونادي ريال مادريد حسنا كل مدرب له اختصاصات وهناك اختلافات بين المدربين ولكن الأهم نحن نتحدث عن قاعدة ثابتة ومشتركة بين الجميع هناك إذا كان هناك مدرب يمتلك علاقات جيدة مع اللاعبين ثم يمتلك الشخصية اللازمة للتغيب على المستوى الرياضي هناك اختلافات بين النادي والمدرب بالأكيد ولكن القاعدة ثابتة في كل الأحوال بمناسبة الشخصيات والنجوم أنت كنت تملك أكبر الأسماء الحقيقة في غرفة ملابس ريال مادريد يعني يمكن الجيل الأهم الحقيقة أهم الأسماء على مستوى كل الخطوط وكل المراكز كان بيضمها ريال في التوقيت اللي أنت كنت فيه مدير فني إزاي كنت بتتعامل مع الأسماء دي إيه هي الكواليس اللي كانت بتدور بينك وبينهم إزاي كنت بتقود الفريق وتجد الدوافع مع هذا الكم الكبير جدا من النجوم والأسماء أعتقد أن الأمر طبيعي أنت تتعامل مع الأمر بشكل طبيعي هناك اختلافات هناك لعبين يأتون من جنسيات مختلفة وبعقليات مختلفة ولكنك كمدرب محترف عليك أن تتعامل مع هؤلاء تعاملت مع رونالدو الزيدان روبرتو كارلوس إيرو هم لعبون رائعون ومحترفون أيضا أعتقد أن الأمر لم يكن صعب بالنسبة لي بمناسبة الأسماء اللي أنت بتقولها ده سؤال مش مرتبط بالريال ولا بالكرة الأسبانية مرتبط أكتر بالكرة في العالم كله مع كامل الاحترام والتقدير لأسماء نجوم هم الأميز الحقيقة على مدار تاريخ ريال مدريد على أقل من وجهة نظري هل بتشوف أن الموهبة قلت في كرة القدم ولا أن الأولوية النهاردة أو اللغة التي تتكلمها كرة القدم في الفترة التي نعيشها ما بقتش تعتمد على المهارة وبقت بتعتمد أكتر على القوة على الياقة على التاكتكس وبقت المهارة مساحتها ليس موجودة أولا أعتقد أنه يجب أن يكون هناك توازن في كل الأوقات بين الموهبة للعبين الكبار وتنظيم الفريق كفريق جماعي إذا أقنعنا اللعبين الكبار أنهم أنفسهم عليهم أن يقدموا الأفضل وأن يكون هناك تنظيم داخل الملعب سيكون الأمر سهل للغاية تسمح لي ممكن نقول عليها بمثابة استشارة الكرة المصرية الحقيقة يمكن هي الأعلى على مستوى الألقاب على مستوى القرى الأفريقية أكتر عدد من ألقاب بطولة أمم أفريقيا حققها المنتخب المصري أكبر عدد من ألقاب المسابقات الخاصة بالأندية حققتها أندية مصرية ورغم كده الكرة المصرية بتعاني في الـ 12 سنة الأخيرة ومش قادرة تحقق إنجاز إذا كنت بتوجه نصيحة أو رسالة لقائمين على الأمور في مصر فيما يتعلق بالمنتخب الوطني تحديدا أهم النصايح أو الرسالة التي تحب توجهها سيكون من الجرأة من جانبي أن أوجه نصيحة للمسؤولين للكرة الإسبانية الأمر قد يجب الاعتماد على الناشئين يجب الاعتماد على القواعد اللاعبين الصغار لمدهم للمنتخب الكبير المنتخب الأول انتقالاً لنفس أو يعني هفضل في نفس النقطة مش هتنقل لحاجة تانية إذا عرض عليك مثلاً تولي منصب كمستشار فني أو كمدير فني للمنتخب المصري هل ممكن تقبل عرض من النوع ده؟ لا لقد اعتزلت مسيرتي وأتابع فقط كرة القدم أتابع المباريات الكثيرة ولكني كمتابع فقط لقد تركت المهنة واعتزلت المسيرة أفتح معك ملف الريال والبداية الحقيقة هتكون مع الصفقات الموسم ده الحقيقة كان فيه اهتمام كبير جداً من إدارة ريال مدريد بتدعيم صفوق الفريق بأكتر من اسم وكان الأقرب للانضمام للريال نجم فرنسا طبعاً ونجم PSG حالي الحالي كيليا نيمبابي وأيضاً طرح اسم إيرلينج هالند مهاجم بروسيا دورتموند ولكن الاتنين في النهاية رفضوا الانضمام للريال مدريد إزاي شفت ده وإزاي شفت قدرة إدارة الريال على إدارة ملف الانتقالات هذه قضية صعبة وحساسة كنت مدربة لريال مدريد لا يجب أن أتحدث بشكل الريال مدريد دائماً ما يتعاقد مع لعبين كبار ودائماً ما يستطيع جلب الأسماء الكبيرة سواء جاء امبابي أو رفض فريال مدريد يمتلك أسماء كبيرة طيب خليني أعيد سياقة السؤال بشكل تاني إيه هي المراكز اللي من وجهة نظر فينسانتي ديل بوسكي تحتاج إلى دعم ومين هم اللعبين اللي شايف ديل بوسكي أو الأسماء اللي شايف ديل بوسكي أن انضمامهم للريال ممكن يكون مفيد جداً للريال في الموسم المقبل أعتقد أن هناك إدارة فنية في النادي قادرة على أن أفضل مني على تقييم الوضع سواء خارج النادي أو من داخل النادي من قواعد الناشئين والفرق الصغيرة أفضل أن أكون مدرب سابق بشكل جيد لا أتحدث عن النادي بشكل أو بآخر أو أدخول في أشياء لا تخصني بشكل كبير أفضل تلات لعبين من وجهة نظر فينسانتي ديل بوسكي في العالم حاليا أعتقد أننا كنا محظوظون بأن إسبانيا استمتعت بالحقبة أكثر عدد من السنوات للاعبين مثل ميسي ورونالدو كانت فترة طويلة في عمر الكرة الإسبانية أن استمتعت بلاعبين مثل رونالدو وميسي كسواء في ريال مدريد هل في أسماء من وجهة نظر ديل بوسكي ممكن تعمل نفس الحالة دي في الدولي الأسباني غير ميسي وغير رونالدو بالطبع ريال مدريد وبرشلونا أتليتكو مدريد يمتلكون لاعبين كبار أعتقد أن كل الفرق الإسبانية تمتلك لاعبين كبار أو حتى اللاعبين الإسباني الذين يلعبون في الخارج يمتلكون مواهب كبيرة بالنسبة لمنجوم الكرة المصرية أنا أعرف طبعا أنك يمكن أنت عملت بشكل مباشر مع أحمد حسن وإننا تكلمنا عن التجربة أو أنت تكلمت عن تجربة تدريبك لي في بشكتاش أعتقد برضو أنك أنت تبعت محمد صلاح نجم مصر المتقلق مع ليفر بول انتباعاتك اللي كونتها عن اللاعبين المصريين بشكل عام سواء كابتن أحمد حسن أو من نجم زي محمد صلاح إذا تحدثنا عن محمد صلاح فهو لاعب فقد صنع حقبة في تاريخ ليفر بول هو لاعب كبير في الهجوم وعلى المستوى الفردي يصنع الخطورة الكبيرة ويمتلك موهبة كبيرة وبالنسبة لأحمد حسن ويمكن كان قائد المنتخب الوطني لفترة طويلة وحقق عدد كبير جدا بطولات أعتقد أربع بطولات لبطولة أمم إفريقيا حققهم مع منتخب مصر لقد كان شرفا أن أعمل مع أحمد حسن لقد كان شخص رائع للغاية متواضع وكانت العلاقة بيننا جيدة لقد كنا أصدقاء من وجهة نظر دل بوسكي من أكثر المنتخبات المرشحة يمكن كان فيه تصريح أخير مديل فاني طبعا منتخب أسبانيا ويسألوا فيه على حزوز منتخب أسبانيا في تحقيق اللقب قال أنه البرازيل والأرجنتين هم المنتخبين الأقرب لتحقيق اللقب كاس العالم هل بتتفق مع تصريحات ويمني أسمع رأيك في المنتخبات المرشحة أيضا لتحقيق اللقب لا أريد أن أعلق على تصريحات أي شيء كل المنتخبات تمتلك حزوز كبيرة البرازيل والأرجنتين تمتلك حزوز كبيرة بما تمتلك من لاعبين كبار في الوقت الحالي لم نقدم الصورة الكبيرة بالنسبة لأسبانيا في دوري الأمم ولكن هناك منتخبات كبيرة مثل فرنسا أيضا طب تعليقك على المستوى أو رؤيتك للمستوى اللي بيقدمه على المنتخب أسبانيا في بطولة دوري الأمم الأوروبية متصدر مجموعة أعتقد برصيد 8 نقاط أعتقد أن المستوى كان غير جيد في البداية المستوى كان تصاعدي واستطعنا في النهية أن نتصدر المجموعة ولكن أداء المنتخب بشكل عام كان جيدا الأمور لم تكن سهلة لأن الأمر تزامن أيضا مع نهاية الموسم موسم طويل من كرة القدم فكانت الأمور صعبة في البداية مين الفريق سواء كان أندي أو منتخبات بيقدم كرة مقنعة أو ممتعة بالنسبة لفنسانتي ديل بوسكي ومين هم أفضل ثلاث مديريين فنيين في العالم في الوقت الحالي لقد رأينا نهائي نهائي دور الأبطال استثنائي ريال مدريد في ثمن النهائي عندما أقصى باريس سان جرمان ثم تشيلسي ثم منشستر سيتي وفي النهاية ليفر بول لقد كانت مموارات رائعة من الصعب أن تتحدث عن مستوى كبير مع هذه الارتباطات الكبيرة والمباراة الكثيرة ولكن ريال مدريد بكون لتأكيد طيب خليني أأخذ رأيك في مشوار الريال الموسم ده نجاحوا في تحقيق لقب الشامبيونز ليج نجاحوا في تحقيق لقب الليجة تحت قيادة كارلو عنشلوتي على الرغم من أنه كتير وصفوا مشوار الريال في البطولتين وتحديدا في بطولة الشامبيونز ليج بالمعاناة هل تعتقد أنه ريال كان موفق شخصية ريال هي اللي كانت سبب رئيسي رأيك في مستوى الريال الحالي اللي وصل بالله للتتويق في البطولتين يجب أن نقيم ما قام به ريال مدريد يجب لقد كان في النهاية البطل أي نعم كانت هناك صعوبات ولكن في البطولة الأوروبية المستويات متقاربة للغاية هناك ليفر بول، تشيلسي، باريس سان جرمان، منشستر سيتي كلها فرق قوية وعندما تتحدث عن أن ريال مدريد استطاع في النهاية أن يهزمهم جميعاً فهو بالتأكيد يستحق اللقب السؤال اللي جاي مرتبط مش بالأهمية ولكن بمستوى الصعوبة إيه الأصعب كموديل فني أنك أنت تتحقق لقب الشامبيونز ليج أو أنك أنت تتحقق لقب كأس العالم نحن نتحدث عن بطولتين كبيرتين مهمتين للغاية كان لنا الحظ أن لعبنا فيهما وفزنا بدور الأبطال وكأس العالم البطولة الأوروبية بالنسبة لريال مدريد مهمة جداً وكذلك كأس العالم بالنسبة لمنتخب أسبانيا لم نفز باللقب من قبل وكننا سعيدنا بالحظ أننا توجنا بهذا اللقب مع المنتخب وكذلك دور الأبطال مع ريال مدريد رؤية فينسانتي ديلبوسكي للليجا مهمة جداً أن نسمحها وكتير انتقدوا الحقيقة للسياسات والقواعد الحكيمة لبطولة الدوري الأسباني في السنوات الأخيرة واللي قدت لهجرة عدد كبير جداً من النجوم أهمهم طبعاً زي ما قلنا ماسي ورونالدو لكن ما ننكرش أنه الدوري الأسباني ما بقاش جاذب للنجوم بنفس الشكل اللي كان عليه من عشر سنين فاته وحجم النجوم اللي موجودين في الدوري الأسباني وفي فرق الدوري الأسباني كلها لا يقارن بالأسماء اللي كانت موجودة من عشر سنين راحت الدفة شوية لناحية الدوري الإنجليزي بشكل كبير الدوري الفرنسي لفترة الأخيرة استطاع أنه يجيب عدد كبير من النجوم هل بتشوف أن في حاجة في منظومة إدارة البطولة الأسبانية تحتاج إلى تغيير لا لا أعتقد لقد كانت لنا سيطرة كبيرة على أوروبا ولكن الأمور لم تختلف كثيرا في هذا الموسم هناك الستة أو ساعة أندية تشارك في البطولات الأوروبية وريال مدريد فاز باللقب دوري الأبطال ولكن إذا كنا نتحدث عن بعض النجوم الذين يغيرون المصار فهذا أمر طبيعي في كرة القدم ولكن الأندية تبقى في النهاية في الفترة التي كنت تتولى فيها المسؤولية كمدير فني للمنتخب أو مدير فني حتى للريال في الفترة دي كان في عدد كبير جدا من أسماء المديرين الفنيين المنتشرين مع الفرق الأوروبية مقدمين نجحات أصحاب بصمات تراجع إلى حد ما المساحة أو تراجعة المساحة للمدير الفني الأسباني في الفترات الأخيرة بقى أكثر الأسماء الموجودة من المدرسة الألمانية من المدرسة الإيطالية من المدرسة البرتغالية من وجهة نظرك أسباب دقيق وهل شايف أنه في حاجة من الممكن أو خطوات تتعامل تدعم المديرين الفنيين الأسبانيين على مستوى قارة أوروبا؟ لا أعتقد أننا كان لدينا الحظ أننا قمنا بتصدير المدربين للخارج كان هناك رافيل بانيتز مع ليفر بول وأناي إمري أيضا مع باريس سنجرمان وكيكي فلوريس في إنجلترا كان هناك مدربين كبار قاموا بعمل كبير لا أعتقد أن الأمر هذا يعتقد أن المدربين الآخرين أفضل منا لا المدربين الإسباني لهم مكانتهم لا أنا أتكلم عن التوقيت الحالي يعني حتى الريال تحت قيادة أنشلوتي في الفترة الأخيرة من قبل أنشلوتي كان زين الدين زيدان البرسة أيضا لجأ لروناند كومن يعني بر حدود أسبانيا صعب باستثناء بيب جورديولا طبعا صعب أن أنا أفتكر اسمه مدير فني قدر يحقق مشوار ناجح أو بصمة مع أي فريق وأنا أتكلم عن المقارنة بين الفترة التي كنت فيها والفترة حاليا الفترة التي نعايشين فيها الوقت بيب جورديولا يمثل بشكل مثالي الكرة الإسبانية هناك مدربين آخرين موودين في إنجلترا وفي إيطاليا المدرب الإسباني يأخذ مكانته في العالم وبالنسبة لنا هذا أمر طبيعي أفضل مدير فاني من وجهة نظر فينسنتي دي البوسكي حاليا من الصعب من الصعب أن أقول من الأفضل في كل يوم المدربون يطورون من أنفسهم هؤلاء المدربين يعملون في أندية كبيرة ولكني لا يمكن أن أختار مدرب بشكل خاص في الوقت الحالي المدير الفاني الكبير شيخ المدربين كما أطلق عليه فينسنتي دي البوسكي بشكرك شكرا جزيلا شرفت جدا بوجودك معنا النهاردة في السادسة وكل توفيق لي كل توفيق للكرة الإسبانية بس الحقيقة قبل ما أختار